خطوات مسألة السيستمز زي ما اتفعنا قبل كده قلنا مسألة تيجي عاملة ازاي بيبقى عندي حطة ارض عبادها كلها معروفة طولها وعرضها وكل حاجة ومشارط طبعا طبعا الارض مستطيلة لكن هنلوقتي منتكلم حاجة اعتبرية جدا وفي نفس الوقت كمان عندي نوع طربة زي ما قلنا طربة قوية ولا متوسطة ولا ضعيفة وعندي كمان نوع الاضاءة اذا كانت اضاءة الشمس دي اضاءة مباشرة ولا اضاءة غير مباشرة طيب قلنا خطوات مسألة السيستمز عندنا هتبقى عاملة ازاي اول حاجة زي ما قلنا هنختار سيستم من الاربعتاشر سيستم اللي عندنا فريم بقى هنجت فيكسد بوليجون فريم ارش جردل ثوتوس وتفر ايه المطلوب بالزبط طبعا زي ما قلنا انت هتختار السيستم ده بقى هنا نعطل تلات معلومات زي ما قلنا السيستم اللي هو بنعتبره عادة ان العرض السوار للارض وتفعنا نوع الطربة ونوع ايه كمان الاضاءة وزي ما قلنا قبل كده لو لقيت تو او سري سيستمز يفيهم نفسه مواصفات الاسبان ونوع الطربة ونوع الاضاءة ساعة طبعا هندور على انهي فيهم ساعة مية يبقى الافضل بالنسبة لنا فانا طبعا اكيد السيستم الاوفر الاوفر والاسهل في التنفيذ طيب مبدئيا كده بعد اختيار السيستم بنبتدل بقى عايزين نحل فبنعمل ايه بنبتدل نرسم رسمة مهمة جدا جدا عندنا اسمها الكونكريت دامانشنز الكونكريت دامانشنز مفروض بنرسم فيها رسمة وبنحط كمان على الاليفيجن ده الكاميرات الساكندري ونبين انواع البلطات ونبتدي نحط عليه الابعاد الخرصانية يعني تخنت الكاميرا كام عرض العمود كام ابعاد الاعدة كام مسير بين الكاميرات كام وهكزا ونبتدل نرسم كمان جزء من البلان بتاع المصنع وعادة نتلاقي جزء البلان داي اما بنرسمه بكيتين نص دا لما فيش عندنا حاجة اسمها اكسبانشن جوينت يما التلب بكيتين نص لو في اكسبانشن جوينت ان شاء الله سنتكلم على بعدين المهم يعني يا بكيتين ونص يا تلاتة نص والمفروض كمان نرسم عندنا وطبعا زي ما اتفعنا الرسمة اسمها اصلا كونكريت دامانشنز فمش ينفع الرسمة من غير ما نحط عليها الابعاد الخرصانية المفترضة دلوقتي تخنات الكاميرات والعمدان وتخنات البلطات وهكزا طيب بعد رسمة دي بقعليها درجات كتير قوي بنبتدي كمان بنعمل ديزاين للبلاطة ونرسم تسليح البلاطة شو بقى البلاطات اللي احنا مختارنا دي وعادة لما نيجي نرسم بنرسم التسليح في نفس البلان اللي احنا قريدي رسمينه الا لو الطلب غير كده طبعا لكن طبعا هنرسمه في نفس الايه نفس البلان وعادة اللي ما بنرسم بنرسم بكيتين بكية بالعرض وبكية بالطول طيب ده اتفعنا بالنسبة للايه التالت خطوة رابع خطوة عندنا بنبتدي نعمل ايه عشان نصم من اللي في النص بنحتاج ده بنعمل فبنحتاج نرسم رسمة دي مش شرطة تبقى ونعمل للبلاطات شوفها بقى ولا 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 ايه بالزبط وزي ما اتفعنا نمسك واحد من اللي في النص دول نحسب عليه بتاعه اللي جيمة البلاطات وكما نحسب اكشنات الكاميرات الساكن ري فاكلية تبقى عادة طيب بعد ما نحسب زي عندنا تفاعلة من خمس خطوة نعمل ايه هنحل السيستم يعني ايه حل السيستم يعني انا هبقى مطالب ان انا ارسم السيستم ده وشير فورز اجرام وايه ونورمال فورز اجرام بحيس لو تفتكر ان احنا بنحتاج دايما لما نيجي نصمم عندنا نبدئيا كده وطبعا قبلها خطوة زي ما قلنا قبل كده عندنا فيه تقدر تحلها على طول فيه تانية قلنا دي عادة من حلاء ازاي يا اما يا اما ايه فيه طرق حاجات معانا اوكي مهمة هنحل السيستم زي ما قلنا نرسم وشير وايه ونورمال طيب سادس خطوة هنبتدي نعمل لقطاعات السيستم شو بقى عندنا بتاعت كاميرات السيستم وعملات السيستم شو بقى الخطوة هيبقى عليه مومن بس ولا نورمال بس ولا ام وان ولا ايه بالزبط ولا باي اكسيا الممتن مومن تفقنا نبتدي نصمم عندنا ايه القطاعات كلها تبديكوا لقى خطوات ديزاين طيب بعد كده بعد ما نعمل ديزاين وفروض ايه سبع خطوة نرسم التسليح بتاعنا في هو والتفريد والسكاشن يعني معنا صح نرسم السيستم اللي عندنا بالأبعاد بقى مظبوطة اللي احنا طلعناهم بالدزاين زي ما اتفقنا ونرسم التسليح بالكنات بتشرينكش بارز باللونجيون بارز بكل حاجة بالتفريد ونرسم كمان ايه دول كده اعتبروا السبع خطوات بتاع ايه مسألة ايه السيستم زي عندنا ترجمة نانسي قنقر